أحياناً بيقدروا يتحكموا حتى في كاميرا التليفون كل حاجة حضرتك طبعاً وبالتالي أنا ممكن أتعرض للابتزاز بقى كمان ومنتعرض أن يجي لنا عشان يشيل هذا الابتزاز أطرى أكفع فدية عن طريق العملات المشفرة في غنى عن هذه النوعية والمشاكل بالقليل من الوعي بالقليل من التركيز حقيقة ودي زي ما قلت لحضرتك هي لاست مرتبطة بسن ولا مرتبطة بمرحلة علمية ولا خلفية ثقافية كلنا مدام داخلين على هذه الشبكة إحنا محتاجين نعرف حاجات بسيطة والموضوع ده مش صعب إنما لو تم اختراق حسابي أنا بتواصل مع المنصة أو بتواصل مع البنك أو بحيث أنه غير لي المعامل الأمام بتاعي غير لي كلمة المرور لكن مش بنلجأ أن احنا نزل برامج للحماية برامج الحماية مكتوب ونتمر منين أن برنامج الحماية ده مش برنامج اختراق لا طبعاً البرامج الحماية المشهورة معروفة وبالتالي برضو هرجع تاني لفكرة أنا بنزل على المواقع أو المخصوصة على الانترنت أنا بنزل تاني الحماية شهيرة جداً ومعروفة في العالم بلاقي فيها العدد مئات الملايين إنما لما لاقي برنامج طلعها لي بيقولي ده برنامج حماية وفيه مئة واحد منزلين البرنامج ده لازم نخلي بالي بقى يعني فهي مرحلة من الوعي وبيدني إن هي كلها حاجات مستحدثة حقيقة علينا كلنا ووجودنا على الانترنت إحنا بنتكلم في 4 مليار بناء ده موجودين على الانترنت نص سكان الكرة الأرضية وبالتالي إحنا قدام مخاطر جديدة والمخاطر الجديدة دي بيقابلها مخاطر يعني أو أن أنا أواجه المخاطر دي بالوعي وفيه طبعاً التشريعات النهاردة بقى فيه قانون للجرامة الإلكترونية زائد إن التكنولوجيا طبعاً كل ما تتطور كل ما بوسائل الحماية أنا لها كمستخدم للتكنولوجيا بتتطور معي وبتصعبها على الجانب الآخر هي حرب مستمرة بين الخير والشر في العالم الافتراضي زي ما هو في العالم الحقيقي المادي تماماً يعني